خليني قبل ما ادخل في تفاصيل حلقة افكركم بالنهاردة لان احنا عندنا ضرب نار من هنا لغاية كاس العالم كل البطولات بتحاول انها تسرع في اقاحة عشان فترة التوقف طبعا نتيجة مشاركة المنتخبات في بطولة كاس العالم عندنا النهاردة جولة من جولات الشامبينز ليج خلينا نشوف ماتشاط النهاردة ايه والماتشاط اللي انا شخصيا ارشحها لحضراتكم عندنا كوبنهاجن الدنماركي في مواجهة من سيتي في مباراة طبعا اعتقد محسومة مقدما بعد العرض القوي المناسبة اخر جولة اعتقد السيتي كان حسامها في مواجهة كوبنهاجن في ملعب الاتحاد بنتيجة 5-0 لكن اللي عايز يتفرج على هالند كابتن ماجد يتفرج طبعا ويتابع المباراة عندنا اليوفي الايطالي في مواجهة ممثل الكيان المحتل عندنا ساليسبورج في مواجهة دينمو زغرب ميلان الايطالي في مواجهة شلسي الانجليزي في لقاء ثقري عندنا شختار في مواجهة ريال مدريد عندنا لايبزيج الالماني في مواجهة سلتك الاسكوتلندي دورتموند في مواجهة سبيا الاسباني وبانفكا في مواجهة باريس سانجير ما اعتقد ان يمكن تكون المواجهتين الأصعب او الاقوى هيكونوا الميلان في مواجهة شلسي وباريس في مواجهة بانفكا